حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة وما بعد زيارة الأربعين الكل تشخص أبصارها نحو مجلس النواب بنعقاد جلساته بعد هذا التعطيل الذي اعترضها للبدء بتكليف رئيس الوزراء المرشح من قبل الكتلة الأكبر الإطار الشيعي بتوافق بقية الفرقاء السياسيين وكذلك جلسات أخرى باختيار مرشح رئاسة الجمهورية هذه الخطوات المتبعة مشاهدين جاءت من خلال الاجتماعات المتماشية مع المتغيرات السياسية وبالتالي هذه الزيارات والمفاوضات أتت بمخرجات على رأسها إجراء انتخابات جديدة بعد تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتهيئة متطلبات الانتخابات التي تجري مجددا أما في ملفنا الثاني مشاهدين فمع بدء العد التنازلي لوقت الذروة تتصاعد وثيرة الاستعدادات على امتداد الطرق المؤدية للعتبات المقدسة حكوميا وشعبيا وفي كل المرافق الحيوية فما يبذل من جهود كبيرة وجبارة لتقديم أفضل الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وانسيابية عمل الخطط الموضوعة يعود إلى التنسيق العالي بين مختلف الصعود الرسمية والشعبية التي تعضد من هذه البرامج وبما يتلاءم مع الزيادة في الأعداد المستمر بالتوافد لغاية الآن كل الموطيات الميدانية المتعلقة بهذه الخطة المثبتة تشير إلى إيجابية العمل إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا إذن مشاهدين الأيام الأخيرة بعمر حكومة تصريف الأعمال التي ستغادر المنصب عند استناف جلسات البرلمان الفرقاء سياسيون اليوم أكراد وسنة وشيعة شبه متفقون على رأي واحد وهو تشكيل الحكومة الجديدة لتهيئة متطلبات الانتخابات المقبلة اجتماع الأراء جاء بعد استمرار الحوارات والسعي لاستمرار العملية السياسية واستقرارها وبالتالي الشعب العراقي ترقب انتهاء هذه الأزمات دون المساس بمصالحه وحقوقه تقرير نوه الشمري حراك مكثف أجرته القوى المشاركة في العملية السياسية طوال هذه المدة سعيا منها إلى الوصول لنهاية هذا الإرباك الذي خيم على المشد السياسي إذ أفضت تلك الحوارات إلى اتفاق نهائي يعبد الطريق لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وإنهاء كابوس تصريف الأعمال للحكومة الحالية لتحزم أمتعتها وتغادر المنصب واليقضة من حلم الولاية الثانية هذا آخر ما جاءت به القوى المتفاوضة فيما بينها فقرار المحكمة الاتحادية جعل القوى السياسية أمام خيار أوحد إذ صار انطلاقة نحو تشكيل الحكومة بعدما ردت دعوة حل البرلمان مصرحة بوجوب استقرار العملية السياسية الذي يفرض على الجميع الالتزام بقرارات الدستور وأحكامه ولا يسمح لأي سلطة متجاوز المدد الدستورية المقررة لذلك مضى الإطار الشيعي كونه الكتلة الأكبر حاليا ملتزما بقرارات المحكمة نحو تشكيل حكومة قادرة على إدارة زمام الأمور في هذه المرحلة المربكة ومن جانب آخر أجريت الحوارات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسيادة برئاسة خميس الخنجر وحكومة إقليم كردستان بلقاء جمعهم على طاولة واحدة لمناقشة آخر التطورات السياسية مراقبون يشيدون بهذا اللقاء فبحسبهم أنه كان إشارة طيبة لحلحلة الأزمة الراهنة إذ أنتجت جلسات الحوار توافقات سياسية رافضة الدعوات الموجهة لهم بالانسحاب وبحسب تصريح ائتلاف دولة القانون أن جلسة البرلمان المقبلة المقرر عقدها نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع الذي يليه تكسر حاجزة عطيل المؤسسة التشرعية وانطلاقة جديدة نحو استئناف جلسات البرلمان لتكون هناك جلسات مقبلة لاختيار رئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية نها الشمري الأيام الفضائية حياكم الله ومشاهدين وأهلا بكم مرة أخرى وفي حصادنا لهذا الموضوع الأول ونحن في الأول نرحب بداية بضيفنا الكريم عميد كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية دكتور خالد عبدالله أهلا بكم دكتور أهلا بكم وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي السيد نبيل العزاوي أهلا بك سيد نبيل وأبدأ معك دكتور خالد برأيك ماذا بعد الأربعين هل هناك تفاهمات قد تصل إلى الحال كما أعلنت بعض الأطراف السياسية بسم الله الرحمن الرحيم نسأل خيالك السيد نبيل العزاوي نسأل خيالك ولجميع مشاهدي قناة الأيام وشاكل لهذا الاستضافة بالتأكيد هناك من يتحدث عن جلسة لمجلس النواب العراقي ولكن نتوقع الذهاب بهذه الجلسة قد يعقد المشهد السياسي العراقي إذا لم تستكمل جولة الحوار الوطني وإذا لم يكن هناك حظور للتيار الصدري وإذا لم يتم الاتفاق على خريطة سياسية حقيقية للفترة المقبلة وإذا لم يكن هناك تفاهمات حقيقية وتنازلات وتخلي عن خطاب التعند وأمور أخرى تتعلق بالمشهد السياسي فيما يتعلق بتجيش الشارع العراقي هذه كلها مسارات واضحة لأن اليوم لا نتحدث فقط عن تظاهرات وأتصامات التيار الصدري نتحدث أيضا عن تظاهرات التي حدثت في ساحة النسور وكان يقودها التيار المدني وبالتأكيد إذا لم يكن هناك أي تفاهمات أو حوار سياسي ناجئ لا نتوقع أن يكون هناك حديث عن جلسة بلمانية حقيقية بغض النظر عن المشاورات التي اليوم تحدث ما بين زعيم التقدم رئيس بلمان السيد الحلوسي زعيم الحزب الديمقراطي السيد مسؤول برزاني تحدثوا عن حكومة انتقالية بكافة الصلاحية تعد المرحلة مبكرة انتخابات مبكرة تتحدث عن أقرار موازنة عن مفاوضية هذه آليات ذكرها الاجتماع الأول للحوار الوطني الذي رعاه السيد الكاظمي والحوار الثاني لكن بعدم حضور التيار الصدري أن يتوقع سوف يؤقد المسار السياسي بغض النظر أنه التيار الصدري انسحب من برلمان بإرادته إعلان السيادة وكذلك الديمقراطية الكردستاني موقفهم بالذهب إلى انتخابات مبكرة لكن بعد تشكيل حكومة كاملية الصلاحية حتى وأن كانت انتقالية هل هذا يعني أن عقد تحالف وطن قد انحل وانتهى الموضوع لا هو تحالف وانقاذ وطن يعني السيد مقتدر الصدر هو الذي انسحب منه وبالتأكيد دفع باتجاه أنهم يذهبوا يشكلوا حكومة مع قوى الإطار التنسيقي ولكن بعد يوم أو يومين صرح زعيم الحزب الديمقراطي وهذه أيضا ملاحظة ينبغي أن ننتظر إليها قال بأن المرحلة القادمة في إطار بناء الدولة تستلزم أن يكون هناك شراكة وتوافق وتوازن كيف لزعيم حزب الديمقراطي يتحدث به بهذا المعنى وهو كان جزء أساسي من مشروع الأغلبية السياسية الوطنية الذي دعا عليه السيد مقتدر الصدر بهذا الأمر أنا أتوقع قد يكون هناك يقينا بأن السيد مقتدر الصدر أو التيار الصدري وجد بأن هناك نوع من الارتباك أو أن هناك عدم يقين بمشروع التيار الصدري في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية ولا كيف نفسر تصريح السيد مسعود برزاني بأن المرحلة المقبلة تستلزم أن يكون هناك شراكة وتوافق وتوازن وهذا نفس الطريق الذي يتحدث عنه أيضا الإطار التنسيقي وفق معادلات جديدة تتحدث عن مرحلة انتقالية ومن ثم تتحدث عن ترتيب آليات معينة تتفق عليها جميع القوى السياسية وصولا إلى مبدأ أو مبنى الانتخابات المبكرة ولكن هناك نقطة أساسية مهمة جدا لو ذهبنا بالتجاه عقد جرسة من نواب ولو اتفق الكرد على منصب رئيس الجمهورية ولو تم تشكيل هذه الحكومة فأعتقد أن الحكومة التي سوف تشكل يجب أن لا تحسب لا على الإطار التنسيقي من ناحية ولا على الحزب الديموقراط ولا على جميع القوى السياسية يجب أن تتشكل هذه الحكومة بعيدا عن كل القوى السياسية العراقية لأن هذه المرحلة التي تعد لمرحلة انتقالية يجب أن تكون الحكومة على مسافة واحدة من الجميع لكي لا يكون هناك مسألة مرة ثانية التشكيك بالعملية الانتخابية وقانون الانتخابات وإلى آخره من الأمور هذا هذه ضرورة لإيجاد أجواء أو مناخات مناسبة لهذه الانتخابات أحسنت بيئة مناسبة هادئة تستطيع أن تؤسس إلى مرحلة استقرار هذه نقاط ومتطلبات كثيرة يجب أن يصعنا الناقشة بتفاصيل أكثر راحب بك مرة أخرى سيد نبيل قبل أيام دعا سماحة السيد مقتدى الصدر دعا السيادة وكذلك الديموقراطي الكردستاني لموقف واضح ودعاهم لحل البرلمان بشكل صريح وقد أسماهم بالحلفاء طب أعلانهم اليوم عن المضي بحكومة أو بحل البرلمان وإجراء انتخابات لكن بعد عقد جلسات للبرلمان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات هذا إلى أي درجة سوف يغير من المعادلة السياسية الحالية وقد يساهم أو لا يساهم بحل هذه الأزمة شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لك ولضيفك الدكتور خالد عبدالإله ولكل مشاهديكم الكرام أكثر ما نحتاج إلى إيجاد معادلة حكم جديدة تقبل بها كل الأطراف المهم ليس بعقد الجلسة المهم ما بعد الجلسة هناك الكثير من السيناريوهات المتوقعة إن كانت هناك جلسة فرض إرادات وهذه مشكلة كبرى ستكون إن كانت هناك لا تكون مبادئات لحل المشكلات وإيجاد رؤية صحيحية وإيجاد مناخات وموائمة وتشبيك علاقات مع السيد مقتدى الصدر لا زال الإطار لحد هذه اللحظة لا يوجد بيان واضح ورسمي يعني السيد العبادي قالها لنمضي بحكومة انتقالية يمكن أن تفضي الانتخابات مبكرة فيما بعض قادة الإطار يعني لم يحددوا الوقت لإجراء الانتخابات هناك من قال لتمضي الحكومة أربع سنوات طيب لكن سيد نبيل عذر المقاطعة اليوم كان هناك بيان لإطار التنسيقي يؤكد على التوافق مع الشركاء السياسين الآخرين تحديدا السيادة والديمقراطي الكردستاني للمضي بعقد جلسات البرلمان وكذلك تشكيل حكومة كاملة صلاحيات ولو ترجع بالكلمة اللي يعني ذيلت بي الكلمة قالوا حكومة يقبل عليها الجميع هنا قبول الجميع من المقصود المقصود السيد مقتدى الصدر كيف يمكن أن يقبل بحكومة السيد مقتدى الصدر وهذه الحكومة لحد الآن لم تكن هناك يعني شكل وآلية ويعني حتى قانون الانتخابات المختلف عليها السيد مقتدى الصدر لا زال يوصر على البقاء ب83 دائرة في حين أن الإطار وجزء كبير من الإطار يعتقدون أن المضي ب83 دائرة ستكون مشكلة حتى يتماهل مع قضية المحكمة الاتحادية بأنه لا يمكن الذهاب ويجب أن يتغير قانون المفوضية وبالتالي هناك من يذهب للـ 18 دائرة وهنا العقدة المشكلة فكيف يمكن أن تكون حكومة غائب عنها التيار سمعنا أن هناك ستشرك إن كانت هناك جلسة وإن كان هناك اتفاق غير معلن وحسب ما وصلنا أن هناك اتفاق غير معلن إن كانت هناك جلسة بأن يشرك التيار الصدري من خلال اللجان هذه اللجان هي التي ستعطي الآراء والأفكار ولكن قبل هذه اللجان خلي نتكلم بقضية مهمة سمعنا أن غد أو بعد غد سيكون هناك وفد عالي المستوى بزعامة السيد نيجيربان برزاني والسيد هادي العامري والسيد الحلبوسي سيذهبون إلى الحنانة هنا أنا أعتقد ستتبين الرؤية وستكون واضحة من عدمها إما أن يكون هناك موافقة من السيد مقتدى الصدر لأن تكون هناك موافقة أن تكون هذه الحكومة بشروط يمكن أن يقبل عليها الصدر وخاصة قضية حل البرلمان وأن تكون هناك انتخابات مبكرة أكو فرصة أن يغير السيد رأي أو موقفة بعد هذا الوفد أو زيارة هذا الوفد أو السؤال بصياغة أخرى يعني موقف التيار الصدري ممكن أن يتغير بتغير مواقف حلفاء الأمس خلي نتكلم بأعمق أكثر أولا إحنا يوم أربع عشر أكو إحاطة للسيدة بلاس خارت هذه الإحاطة أعتقد جدا مهمة ستكون لأن أي قضية ستطرق في هذه الإحاطة بأن الإنغلاق وصل إلى مراحل صعبة جدا وأن تصف مثلا أن العملية بدأت وصلت إلى مرحلة الاحترار مرحلة الانعاش أنا أعتقد أن هناك ستكون حقيقة أن أقوبات على السياسيين أو على المشهد بصورة عامة وبالتالي أنا أعتقد سيدي الكريم في السياسة كل شيء يتغير ولكن موقف الصدر لوتر جعل من واحد داعش إلى يومنا هذا كل التغريدات كانت هي بنسق واحد إما حكومة أغلبية أو معارضة وطنية وبالتالي لم يتمكن السيد مقتدى الصدر أن يحقق الأغلبية وقال اذهبوا وشكلوا الحكومة وكذلك الإطارية لم يتمكن من تشكيل حكومة لأنه قضية المحكمة الاتحادية وقضية المتين وعشرين نائب هم الذين يصوتون على رئيس الجمهورية وبالتالي أعتقد أن العقدة لا زالت صعبة جدا العقدة كذلك صعبة خصوصا لنتذكر أن يوم واحد عشر ستكون هناك وقفة احتجاجية أو مظاهرات للتشرينين وهذه مشكلة أخرى ستكون مع موقف الصدرين ولذلك على الإطار التنسيقي أن يقدم ورقة قبل المبادرة وقبل كل شيء هذه الورقة من نقطتين أو ثلاث نقاط إننا ذاهبون بصريح العبارة ذاهبون لانتخابات مبكرة بفترة انتقالية يمكن بعد ذلك أن أعتقد أن السيد الصدر سيكون لديه موقف من هذه العملية السياسية أعود لك دكتور خالد تعتقد أن التيار ممكن أن يغير من موقفه أو يقدم بعض التنازلات باعتبارك معطيات جديدة على الساحة السياسية والذهاب نحو حل هذه الأزمة لابد أن نتحدث عن هذا المحور وهذا محور مهم جدا مثلما اليوم نتحدث عن ما أقدم عليه السيد مقتد الصدر من وقت الفتنة في المنطقة الخضراء وبالتأكيد أعطى مهلة الستون دقيقة والتي أدت بالنتيجة إلى انزحابهم وحتى مسألة الاعتصامات بفعل الدماء العراقي الكل اليوم يعني مسألة خطورة الموقف الداخل العراقي وبالتأكيد الحديث عن معادلات جديدة تستلزم أن تقدم هذه التنازلات لكن هنا نتحدث عن الضمانات التي يطلبها التيار الصدري فيما يتعلق بالانتخابات حرة نزيهة أن يكون الأمم المتحدة داول كبير جدا في هذه الانتخابات أعتقد أن أطراف السياسية الأخرى ما عدها اعتراض على هذا الموضوع لكن الآلية مختلفين عليها بالتأكيد عدم الوضوح في الرؤية الآلية تيار الصدري حل بلمان وجهة انتخابات مبكرة من الذي سوف يجري هذه الانتخابات المبكرة؟ الحكومة الحالية على قانون موازنة انتحادية قانون المفوضة قانون الأحزاب السياسية 36 عام 2005 لدينا فوضى في مسألة الأحزاب السياسية كل هذه الأمور تستلزم أن يكون هناك رؤية واضحة وثاقبة وبالتأكيد مسألة الحديث عن تقديم تنازلات هذا شيء متفق عليه كضرورة لكن تيار الصدري حتى الآن مصر على هذه المطالب وخصوصا مطلب حل البرلمان حاليا مقابل إصرار قوى الإطار على عقد جلسات برلمان وتشكيل حكومة وذات المرشحة السيد السودان هي الجميع الأطراف تدعو لحل البرلمان وتدعو الانتخابات مبكرة ولكن الرؤية والأفكار تختلف ما بين فريقين الآلية لكن هذا الخلاف وصل إلى مراحل متقدمة وشديدة تعتقد هذا الاختلاف سيستمر سيتم اللجوء إلى الشارع مرة أخرى واليوم هناك استعدادات لتحصين المنطقة أو بوابات الخضراء بشكل كبير والدليل على ذلك في أن السيد مقتدسر دعا حلفاء حلفاء اللي كانوا في تحالف انقاذ وطن وفق مشروع الأغلبية السياسية الرسالة التي جاءت من الحلفاء بأنهم مع تشكيل حكومة وانقاذة بمجلس النواب العراقي وهذا يعني أن هناك خطوة جديدة أخرى قد يقدم عليها التيار الصدري بشركاء من التحالف المدني في عملية الحديث عن تظاهرات مرة ثانية والمطالبة بعملية حلب اللمان في إطار معادلات جديدة هذه نقطة مهمة ومحور مهم يمكن دكتور التيار الصدري منذ بدء احتجاجاته وتظاهراته حاول يعني جذب قوى تشرين وقوى التيار الديمقراطي والمدني بشتة طرق وقدم مختلف المغريات لكن تعتقد راح يقدر التيار أن يجذب تشرين إلى احتجاجاته ووفقا لمشروعه؟ هو دائما حدثت مساوى المنطقة الخضراء وفقدنا الغالي والنفيس فيها أنا أتوقع كان هناك إدراك حقيقي بأن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة سلمية حقيقية أن هناك جميع خطابات القوة السياسية كانت تتحدث بأن الدم العراقي خطأ أحمر وبتأكيد انتهك الدم العراقي على ومره المسموع الجميع ما أريد أن نشخص من الذي كان السبب هناك اللجنة الحقيقية برئاسة المستشار لمن القوم السيد قاسم العرجي زارت الموقع زارت الجرحة تحدثت عن الكاميرات وإلى آخرهم من الأمور الأخرى وبالتأكيد سوف تصدر تقريرها لكن المسألة الخطرة جدا هو أي صراع مسلحة نتوقع قادم لا سمح الله يعني تهديد للسلم المجتمعي لا نتحدث عن بيت شيعي كما البعض يتحدث عن الصراع اليوم الموجود وأنه نتحدث عن بيت سني وبيت كردي نتحدث عن العراق برمته وما كتبته أو ما تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز نتوقع يشير إلى مسارات واضحة على جميع القوى السياسية العراقية تحدثت بلغة خطرة جدا تتحدث عن الدولة الفاشلة وهذه مسألة مهمة ينبغي على القوى السياسية أن تتفق على حتى مسمى يعني عندنا دولة المؤسسات والقانون عندنا دولة المواطنة عندنا الدولة المدنية عندنا الدولة المقتدرة عندنا الدولة العصرية أكثر من مفهوم للدولة أكثر من برنامج لبناء الدولة لم تتح واحد القوى السياسية من خرجه والقوات الأمريكية المحتلة من العراق في عام 2011 كان المفروض أجدها للقوى السياسية العراقية أن تجس إلى طاولة حوار وطني وتتحدث عن معالم حقيقية وخطوات أساسية للانتقال إلى هذه الدولة يعني نحن غرنا كثيرا في مسألة مؤسسات العدالة الانتقالية شكلنا حكومة الشراكة والوحدة الوطنية ومسارات أخرى في طار طبيعة تشكيل حكومة لكن اتجهنا إلى بناء سلطة ولم نتجه إلى بناء دولة وهذه هي المفارقة الكبيرة التي اليوم المواطن العراقي يراقبها ولا كيف تتصور ساد بشار عزوف المواطن العراقين في انتخابات 2018 وزيادة العزوف في عام 2021 على الرغم أن تظاهرات تشرين كانت تطالب بالتغيير وبالإصلاح مع ذلك كان هناك عزوف من المواطن العراقي كيف نستطيع أن نقنع المطالبة بإيجاد أجواء ملائمة لهذه الانتخابات أجواء انتخابات اليوم التي يطالب بها التهير الصدري ملائمة لإجراء انتخابات تختلف وتجذب الشعب من أجل الإدلاق هي ليست غرضة أن نسوي انتخابات وذهب إلى صناديق الإقتراح كيف نستطيع أن نحاول الأغلبية الصامتة التي لم تذهب إلى صناديق الإقتراح وفقدت الثقة بالمشهد السياسي والعملية السياسية إلى معادلة التغيير والإصلاح هذا هو المهم اليوم على القوة السياسية وعلى الحكومة السياسية التي ستتشكل أو تتكون أو حكومة أيضا سيد الكاظمي إذا بقت ينبغي أن نعيد ثقة المواطن العراقي بالمجلس السياسي إذا تثقة معدومة ما بين القوة السياسية العراقية حكومة الكاظمي إذا بقت وانتقل بهذه النقطة ليك سيد نبيل تعتقد أن وفق المعطيات المتوفرة لهذا اليوم قد انتهت الفرصة أمام الكاظمي لتجديد ولايته؟ لاحظ في السياسة كل شيء وارد وكل شيء يكون موجود فيه آخر لاحظة يعني حكومة السيد الكاظمي يمكن أن تكون كخيار لإنقاذ المشكلة إن كانت هناك يعني حسب ما يتفق إن كان هناك فترة زمنية انتقالية لمدة سنة ويقودها السيد الكاظم هذا أحد السيناريوهات المطروحة طبعا ولكن هل سيقبل الإطار السؤال هناك كيف راح يتماشي مع هذه القضية إن كان هناك جزء من الإطار لا يرغب وجزء يرغب وبالتالي إيجاد القاسم المشترك يجب أن يكون حاضرا خلال الفترة المقبلة القضية هي قضية اللي طرحها الإطار أنا أتذكر يعني قضية سماها الحكومة حكومة خدمة وطنية أنا أعتقد سيدي الكلمة الخدمة هي ليست كلمة سريالية تطلق الخدمة هي منهج إصلاح توافق يعني تشبيك علاقات يعني اليوم الخدمة الوطنية تتعارف مع مشروع السيد مقتدى الصدر الإصلاحي الذي يعتبر بأن العملية كلها من 2005 أو 2006 لحد الآن لم تعطي بأكلها يعني لاحظ حتى المواطن البسيط اليوم من تتقدم له سلة غذائية يعني بيهفت مفردات من البطاقة التموينية اليوم فرح وأصبح من ممتع إلى شاكر وبالتالي أنت من تقدم للمواطن يعني تجني وتكسب تطرق الدكتور إلى قضية مهمة هي قضية الفئة الرمادية المترددة التي تقدر يعني أكثر من 60 أو 70% هذه الفئة اللي يمكن عليها الكتة اللي لازم أن تعمل على كيف يمكن يعني أن تقدم لهذه الفئة وتجعلها تشارك وتغير الكثير من المثالب للعملية السياسية قضية اللي لا ننساها بأن هناك يعني حالة أضوية ما بين القضية اللبنانية والقضية العراقية وعلى السياسيين أن يستشعروا الخطر ويستشعروا ما حصل بـ 75 وأن يتذكروا ما حصل إلى 29-30 وأن الذاكرة العراقية تختزل الكثير من الصور والمعاسي من أجيال الإرهاب والقاعدة والطائفية ولذلك عليهم أن يعملوا جاهدين على تقليل أقل الخسائر السياسية وأن تكون هناك مبادرة للمواطن وليست للقوى السياسية هذا أكثر ما يهم المواطن اليوم وبالتالي أنا أعتقد أن الكتة السياسية إن كانت جادة في طرح منهج يختلف عن المناهج المختلفة أنا أعتقد أن الصورة ستتغير للمواطنين وحتى الكتة السياسية لأن الخاسر ليس المواطن سيكون إن بقت هذه العملية بلا رؤية وبلا تصحيح حتى الكتة السياسية ستخسر الكثير إذا أقدمت على الانتخابات وبالتالي حتى الجماهر ستكون ممتعظة من القدوم والعزوف على هذه الانتخابات وبالتالي أنا أعتقد أن قوادم الأيام هي حبلة بالمفاجآت على الكتة السياسية أن تقدم ما يمكن أن تقدمه للمواطن العراقي قضية مهمة بأنه كانت إدانات كثيرة من الاتحاد العوربي من الجامعة العربية من الأمم المتحدة هذه الإدانات تعطي إشارات بأننا حتى نتذكر كذلك أننا لازلنا تحت طائلة البند السابع ما خرجنا يعني إحنا عدنا متعرقات لحد الآن وبالتالي القراءة نحتاج أكثر ما نحتاج إلى قارئ للمشهد السياسي يتحمي يعني يعرف بالسياسة وما هي السياسة ومخرجات هذه العملية السياسية وبالتالي التنازلات أكثر ما نحتاج إلى هذه الفترة تنازلات ويمكن بعد ذلك أن نتكلم على شكل العملية السياسية المقبلة واضح مداخلة أخيرة لكم دكتور نتوقع يعني مداخلة لما تحدث عننا ساد نبيل إحنا العراق خرج من البند السابع أو الفصل السابع نصحنا للتعبير إلى الفصل السادس العراق قبل عام أيضا أدى التزامات المالية مع الجارة الكويت وبالتأكيد كل ما يتعلق حتى بالعلاقات وتوطيدها هي حتى في إطار الفصل السادس إحنا عدنا أثقفين التزاماتنا وبالتأكيد كل ما يتعلق بالحديث من العراق بغض النظر عن معادلة السيادة العراق أصبحت دولة فاعلة كاملة السيادة لكن هناك مقاوف من إعادة العراق إلى البند السادس وليس من حق وقعية هذه المقاوف؟ حتى لو الأمم المتحدة اليوم وجودها في العراق بطلب من الحكومة العراقية وظيفتها استشارية تقديم مقترحات حقيقية واضحة قد تكون طرفا ضامنة وليس وظيفتها تدخلية لو كنا داخلين في إطار ما يتعلق بالفصل السابع لكنا هناك قرارات صارمة تأتي من مجلس الأمن وبالتأكيد هذه المعادلة تدركها جميع القوى السياسية العراقية لذلك أن نتوقع الحديث عن الفصل السابع أو الفصل السادس اليوم هو ليس واقعيا بقدر ما نتحدث عن المسارات الواضحة المفروض على القوى السياسية أن تدخلها لك لا يكون هناك حديث عن جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ قرار قد يؤدي إلى مساوى كثيرة تموس السيادة العراقية بالدرجة الواضحة عميد كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية دكتور خالد عبدالله شكرا لك كنت ضيفا كريما شكرا لكم المحللة السياسية سيد نبيل العزاوي كنت ضيفا كريما شكرا لك إذن مشاهدين ننتقل إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه مع استمرار التوافد المليوني لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذا اللقاء الروحي والمتجدد تكثف المواكب الحسينية من خدماتها المقدمة لزائرين وسالكين طرق الوصول لكربلاء المقدسة وللعراقيين النصيب الأوفر في هذه الخدمة والمساهمة في إحياء هذه الشعيرة المقدسة المزيد مع الزميل علي حبيث مع أول خيط للفجر يحزم زائر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حقائبهم ليهيموا شوقا صوبا قبلة الأحرار ومنارة الثوار صغارا وكبارا فما مدون في سجلاتهم الرسمية مجرد أرقام لكن وثيقة الانتماء الحقيقية هي ما يقطعون بها الأميال بلوعة المشتاق وألم المحزون وعلى انفداد الطرق التي يسلكها القاصدون إلى كربلاء موائد كرم فما يبدل في النفوس والأموال يؤكد أن العراقيين مضربا لحسن الترحاب والضيافة والصدق الانتمائي لهذه القضية وثورة سيد الشهداء فهذه الحقيقة ثبتت عبر العصور والأزمن وتزداد هذه الجهود الاستثنائية من قبل أصحاب المواكب الحسينية مسخرة كل إمكانياتها مع الاقتراب من موعد الزيارة مجسدة أروع الصور في التكافل الاجتماعي ورغم حرارة الصيف القائض لا تزال الملايين من مختلف المحافظات والبلدان مستمرة بالتوافد قاصدة حرم أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في هذه التظاهرة الناصرة لمسارات الحق في كل مكان وزمان موجهة لا آتا رفضي لسياسات الجبروت والطغيان فهذه المسيرة خالدة في الضمائر الإنسانية زيارة الأربعين مشهد كبير وشمس ساطعة تنير طريق الكرامة والحرية لكل ساعين إليها فهي فعالية جماعية يذوب فيها الخاص والعام وتتوحد فيها الضمائر والأعمال ليبدو العراق من أقصه إلى أقصى خلية واحدة كبيرة يمكن من خلالها التأسيس لحاضر الأمة ومرتكزات مستقبلها علي حبيب الأيام الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الباحث والأكاديمية دكتور فؤاد الشويل أهلا بكم دكتور فؤاد ضيطا كريما ونساء الله أن يعظم لنا ولكم الأجواء لنا ولكم إن شاء الله بداية الشخصتم أجواء الأربعينية هذا العام وصفت بالاستثنائية من ناحية الأعداد ومواكب الخدمة وبعض الأمور الأخرى شكرا جزيلا ومعظم الله لنا ولكم الأجر أتصور أنه المتابع البسيط يلاحظ مدى الاستثنائية والتمييز في هذا الموسم وفي تصوري أنه هذه معكونها باعثة على السرور لكنها تحتاج إلى مراقبة من معظم الاقتصاصات أتصور أنها مفقودة الآن الجمهور في تزايد وأتصور لو أن هناك تنظيم أكثر لو أن هناك مساحات مفتوحة أكثر لو أن هناك استقرار أكثر أتصور أن الأعداد في تزايد وبالنسبة لما يقدمه أهل المواكب وهذه الخدمات الصبر ليس من الشيء الجديد ولا حتى شكرنا لهم يحتاجوا ولا مدحنا هم محتاجين هذا ديدا الشخصية العراقية بشكل عام والعتب الشديد فيما يخص زملاء الأكاديميين أنه لم نجد مثلا من الأساتذة الزملاء في علم الاجتماع أو علم النفس أن يدرسوا هذه الظاهرة الخطيرة هذه الظاهرة استثنائية بكل تفاصيلها باعتبار أنه إذا ما قرأناها ببعد سيسولوجيا سبعيدا عن الاتجاه الديني عن اللوازم الدينية فيبقوا بالخلاصة حركة غير مألوفة من ناس اليوم تبحث عن الدعاء تبحث عن الاسترخاء تبحث عن وسائل الترفيه والراحة ما يصعد درج يحتاج إذا يلقى له مصعد لطابق واحد ما يصعد السلم وإذا بي يمشي هذه المسافات وهو مستأنس الأمر الآخر أن المناسبة عنوانها حزين لكن أنت وأنا والذي يشاهدنا الآن ويتلقى له أنا متأكد أنه يستشعر السرور ربما يمكن أبعادها الدينية أو إضافة إلى أبعادها الدينية ثورة الإمام الحسين هي رسالة إصلاحية في هذه الحالة إلى أي درجة نرى تشابك ما بين الأبعاد الدينية والسياسية في هذه الثورة وفي هذه الزيارة أنا في التصوري أنه هناك ظلم لحركة حسين عليه السلام حينما نسميها بالثورة الثورة بطبيعة غير مستمر الثورة بطبيعة تنقطع وتنتهي لمجموعة تحركة وفق احتياجات فرضتها للسلطات الظالمة على الجماهير أنا أتصور أنه لو نذهب إلى مصطلح آخر وهو خروج الحسين عليه السلام الخروج ذلك المصطلح القرآني النبوي الروائي والمفروض أننا حينما نتكلم عن الشخصية مثل الحسين عليه السلام لا بد أن نذهب إلى الأدبيات التي يتعاطى هو يتعاطى القرآن ويتعاطى رواية النبي وسلوكيات النبي والثورة غير موجودة بهذا المعنى الثورة هي عملية تجزئة وتضييق لمشروع الحسين عليه السلام الحسين عليه السلام عنده خروج وهذا الخروج لو أردنا أن نعطيه مقابلة بالمصطلحات المعاصرة ربما يخترب من مفردة المعارضة وهذه المعارضة هي عملية تشخيص خلل في جسم الدولة في إدارة الدولة وبالتالي يمكن لداينامو خروج الحسين عليه السلام أن لا يتوقف ما دام هناك خلل في جسم إدارة الدولة ولا بد أن يعي ذلك الذي يسير إلى الحسين عليه السلام وهو يحقق الجزئية العبادية أن يفهم أنه ثمت إشكالية كبرى بعثها لنا التاريخ بمؤرخه الذين اختلفوا في الأيدولوجيات والاتجاهات في تدوين التاريخي لكن بالخلاصة فهمنا أن الحسين عليه السلام حينما يقول أن هناك خلل في الدولة لا بد على الجميع أن يأخذ دوره ويكون فاعل لأنك حينما تلاحظ المسرح الحدث لم يتكلم الحسين عليه السلام أنه أريد نخبة مجتمعية أريد أولغريشين كفاءات ما أتكلم بهالطريقة ولا حسب ولا قال أريد فقط ثورة جيع وأريدهم فقراء لا قال النخبة هي التي تستشعر آلام الأمة سواء كان شيء قبيلة سواء كان عبد مملوك وعليه حينما تستشعر أن ثمت آلام في الأمة سوف تخرج على كل سلبية وهذه السلبية تكون من نواة البيت نبدأ بالمعارضة داخل البيت إذا كانت إذا في البيت غير سليمة والمجتمع وصعودا إلى هرم الدولة طيب دكتور أنت هنا تتحدث عن صلب هذه الحركة الإصلاحية لكن كيف يمكن استثمار هذه الطاقة الاجتماعية وتوظيفها وتنميتها هذا اللي قلت في البداية وكان ببدي أن أفصل أقول أنه اليوم عندنا مشكلة وهي أنه الموجود في هرم السلطة في مؤسسات الدولة لا يعي نسمعه كثيرا بالخطابات يقول أن الأكاديمي له الدور المهم لكن بالواقع هو ما إلى أي شيء الأكاديمي شغلته يدرس دار دور بالجامعة حولون الجامعة ربما لأنه فحوى هذه الثورة أو هذه المسيرة أو المناسبة بشكلها الظاهر دينية جايك جايك ما هو كل العالم ديني خلي خلي يا عزيزي كل العالم ديني يعني أنت إذا مو مسلم فأنت مسيحي إذا مو مسيحي أنت يهودي إذا مو يهودي أنت كنفشيوسي إذا مو كنفشيوسي أنت بوذي حتى اللا ديني هو ديني لأنه اختار دين اللا ديني حتى الملحد هو متدين لأنه هو التدين هو عملية علاقة بمجموعة أنظمة وقوانين يشعرها شعور اعتقادي هذا الملحد المعتقد هو يعيش حالة دينية دينة واعتقادة الإلحاد فبالتالي ماكو واحد ممتدين كما يقول كولون ورسن ماكو واحد ما منتمي كلها منتمية حتى اللا منتمي هو منتمي منتمي لللا منتمي فبالخلاصة أنا بودي أنه يعني اللي في سلام السلطة أنه يعطي مجال للأكاديمي أن يعطي تصوراته ورقة عمل وهي طبعا أنها أمنية ما أعرف مدى تحققها بس واحد يعني أن يسعب بمقدار جهده خصوصا فيما يخص قضية السيسيولوجيا الاجتماع اليوم إحنا أمام حركة ما كلكم تسولفون وقال على الوردي وما دره شنو وحد شعل الوردي ومع تحفظنا على كثير من آراء لكن بالخلاصة أنتوا تستشعرون أنه فكرة حركة المجتمع ضروري لقراءتهم ميولاتهم أنفاسهم ذوقهم ومن خلال هذا يمكن أن تأطر هذه الدراسة بأطر قانونية انعكاساتها على الأمة طيب لما يكون هذا المجتمع أستاذ بلازح ما عليك من المجتمع كله يتحرك إذن عندنا دالة كبرى أنه إذا كان المجتمع يعتقد برمزيات عالية فهو مستعد لأن يصبر لماذا اليوم المجتمع لا يصبر على السلطة لماذا لا يصبر على مؤسسات الدولة في حين يصبر لرمزية عالية مثل الحسين فعنده استعداد يصير أيام ويجوع ويترك بيته ويترك عمله ويترك رزقه وينفق من ماله وبعضهم يستقرض مالا فهذا كله يكون يندرس إذا أردنا أن ناخذه ببعده الاجتماعي ببعده النفسي أما ترك الناس هكذا عملية إسقاط فرض الكل ينظر الساعة تشوك تيجيهم الأحد ونرجع مثل ما كنا لا هذه الظاهرة هذه الثورة أو ما تسمى المليونية في كل عام يمكن يجب أن تدرس ويستفاد من هذه الدروس والعبار دعنا ننتقل بهذه الجزئية إلى الباحث والأكاديمية السيد حيدر الشمري أهلا بكم سماحة الشيخ ونسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب إن شاء الله بداية في حديثنا مع الدكتور فواد الشويلي نتحدث عن دروس التي يجب أن تدرس العبر من زيارة أربعينية الإمام حسين ليس فقط من ثورته الإصلاحية كل عام هذه الزيارة أو هذه المليونية تتزايد في كل عام لكن ما هي الدروس التي نستنبطها من هذه الزيارة من هذه الملايين المتوجهة صوبة قبلة الأحرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أصلاعين وصلى الله عليه وعلى محمد المعات والطيبين والظاهرين تحية لك سيد السبب السعاد والشعر وتحية لبيس كريم والمشاهدي قناتكم الموقرة أقول أولاً أعظم الله لنا أجر بدكرى شهادة إمام السبب الشهيد صلى الله عليه وسلم وعليه إنما أنا تحدث عن الظروس والعطار التي نأخذها من الإمام السلام الله عليه بصورة عامة والذروس والعبر التي نأخذها من هذه الزيارة بصورة خاصة أبعاً ما لا شك فيه أنه واحدة من أهم الظروس التي نأخذها من زيارة الإمام السلام الله عليه هي التوحد الأمة تحت راية المواحدة الآن أنت إذا لاحظت مثلاً على مستوى الزائرين سواء كان ميدانياً أو من خلال القنوات الفضائية من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وتتجد أن الحسينة سلام الله عليه ليس فقط وحد المسلمين بل أن الحسينة سلام الله عليه وحد البشرية جميعاً لذلك تجد أنه هناك من أتى لزيارة الحسينة أنا ممن نظرت إليه من المسيحيين من بقية الديانات رأيت مواكب من بلاد مختلفة من بلدان متعددة لعلها تتصل في يميناً وشمالاً تجد أنه هناك أقصى اليمين وفي أقصى تجد مواكب جاءت أو زائرين جاءوا من أقاصر زنها جاءوا من آخر بلدان العالم وتجد من الزائرين من جاءوا من أستراليا ونيوزيلنزا وغيرها جاءوا لزيارة الإمام السلامة سلام الله عليه أريد أقول باختصار أن واحدة من أهم الضروف والعبار التي نأخذها من الإمام الخسينة سلام الله عليه وزيارة أربعين هو أن أستطاع أن يوحد الأم وإستطاع أن يوحد البشرية استطاع أن يوحد البشرية تحت راية واحدة ولذلك أن نأخذ العذرة والدرس من الإمام السلام الله عليه وأن نتوحد تحت راية الفسين السلام الله عليه وأن نقص مع راية الفسين أنه فيها راية الحق وأنه فيها راية الأنبياء وأنه فيها راية جرده النبي صلى الله عليه وآله وراية الأنبياء وراية الطالح وراية الأولياء وهي راية الله جل وعلا أولا هذا الدرس الأول الذي نأخذه هو أن نتوحد تحت راية الفسين السلام الله عليه كما وحدتنا زيارة الأربعين وزيارة الأربعين بطورة عام واحد طيب سمحت الشيخ تفضل تفضل أكمل سمحت الشيخ دعني أقاطعك هنا تسمح لي سمحت الشيخ لكن الرجل استشهد قبل 1400 عام كغيره من الأولياء الأوصية الأنبياء الذين انتقلوا إلى الجنة إلى جوار لكن لماذا الحسين عليه السلام أربعينيته مليونية يعني حينما نقرأ في الروايات نجد أن الله جل وعلا حينما نقرأ مثل الآيات أولا نقرأ في الروايات كذلك نجد أن الله جل وعلا هو الذي يقسم الأولويات وهو الذي يعطي الأولويات وهو الذي يعطي المكانة وتلك الرسل كما يقول ربنا جل وعلا وتلك رسل قطرنا بعضهم على بعض بالنتيجة نحن لا يمكن أن نقيض كل الأنبياء مثلا على مقياس واحد أو لأن على مقياس واحد أو الصالحين على مقياس واحد النبي صلى الله عليه وآله يقول للحسين سلام الله عليه بطريق العبارة أن الولد الحسين درجة لا ينالها إلا بشهادة شهادة الحسين سلام الله عليه وهذا الموقف الذي جرى عند الإمام الفسحين وترحية الفسين شخصية الفسين وترحية الفسين وحجم ترحية الفسين ونتائج ترحية الفسين سلام الله عليه هي التي أعطت ذلك الزخم الكبير والهائل لزيارة الفسين وما يتعلق بالفسين كل ما يتعلق بالفسين ليس فقط زيارة الفسين مليونية اطبقت الفسين عليه السلام مليوني الشعائر بكل تفاصيلها مليونية كل ما هو متصل بالفسين سلام الله عليه نجد أنه مختلف عن بقية الشعاء المتطلة بالخالحين والأولياء والعلمة سلام الله عليه هذه الخصوصية لا يمكن أن نقول إلا أنها خصوصية من الله جل وعلا طبرة طيب لهذه الثورة الإصلاحية مكانة كبيرة هذه الزيارة الأربعينية أيضا فيها درس عبر كثيرة وكبيرة ومهمة ألا يجدر بالجهات المختصة محلية وحتى دولية أن توجد هيئة لتنظيم هذه الزيارة وخصوصا في العراق يمكن أن يكون عندنا 12 زيارة بأعداد كبيرة هناك من يطالب اليوم بإيجاد وزارة خاصة بهذه الشعائر هذه الزيارات اللي منها الأربعينية المليونية هل هناك ضرورة لإيجاد فعلا وزارة أو جهة ترعى وتنظم هكذا مناسبات؟ بصراحة مثل هكذا تظاهر اجتماعية دينية ذات حقوق دينية شعائرية عالية لا يمكن أن تتولى إدارة هذه الدولة يعني اصدقني لو كان القضية متعلقة بالدولة يعني مموفقين دولة مثلا يؤسسون في الوزارة يشكلون الدولة مثلا تجعل هناك وزارة للشعائر الفستين اصدقني سوف لن تجد هذا الحماس والتفاعل مثل ما نجد اليوم التفاعل مع الناس نعم نحن نحتاج إلى تنظيم جزئي لهذه الشعائر أما إذا الدولة تدخلت بهذه الشعائر وأسست مؤسسة وهذه المؤسسة تتغنى كل الشعائر صدقني سوف لن تجد لا لها هذا الطعام ولا لها هذا اللون ولا لها هذه الرائحة ولا تجد هذا الامتداد ولا هذا التفاعل معها لأنهم سوف يكونوا عبارة عن الموظفين يعملون في الدولة يريدون يخلصون الواجبات اللي عليهم ويتوكلون على الله بالنتيجة سوف تتحول إلى قضية قضية كأنما قضية روسينية قضية رسمية قضية مجرد واحد من الجولة اللقاء عمل أما اليوم حينما نأتي إلينا نجد هذا التفاعل وهذا الحماس وهذا الاندفاع وهذا السفاني وهذه السضحية هذا لأن حركة جماهيرية هذه الحركات الجماهيرية تحتاج إلى تنظيم جزئي تحتاج إلى تنظيم كامل بحيث أنت تدخلها في دائرة وهذه الدائرة هي التي سوف تستيطر عليه إذا كانت بهذا الشكل سوف لن تجد لها هذا التفاعل معها طيب سؤال أخير لكم دكتور فؤاد أنت ذكرت قضية التنظيم ممكن أن إيجاد جهة نظم هذا الموضوع هذه الزيارة بهذه العداد الكبيرة والتي تتزايد عام بعد عام شو الموضوع يعني يبقى متروك للمواكب الحسينية خدمة الإمام الحسين بإمكانهم أن يسيرون بهذه الزيارة والحفاظ عليها؟ يعني قضايا التنظيمية ممكن تصير لمن يأتي من الخارج لا نحتاج لها هيئة ولا وزارة تحتاج لها تشكيل فريق من وزارات مختلفة وينبغي أن تتهيئ لها من قبل أشهر مو الخطة تنعد يوم 10 صفر أو 5 صفر هذا مو صحي الكلام مفروض تنعد من بعد نهاية الزيارة إذا نحن إذا نشوف أرقام مهولة يعني لما نتحدث عن ممكن عشرين مليون يقولون إذا نتكلم عن خمسة مليون فالرقم خطير يتعرشون يعني خمسة مليون في مكان ذا رقم خطير جداً خمسة مليون يدخلوا مبلغ فالرقم جداً خطير فما بالك باليقين أقل شيء هو ضعف اللي قلته جيد فأقول أنه هسا قد سدان أريد أن نقول المبالغين إحنا فدع عشر أو ثمانية مليون جيد طيب بهذه الحالة هذا رقم مهول أما فيما يخص خدمات الكذا لا أنا أتفق مع الشيخ لكن فيما يخص الوافدين لا نحتاج مو إلى هيئة أو وزارة نحتاج إلى فرق تشكل أنا الآن تبدأ تدرس تشوق طرق خاصة نتجرى عملية تفويج تتفق مثلاً مع المرجعيات أنه اللي جون الوافدين إقامتهم أيام محدودة حتى تنطي مجال للآخرين لأنه شيء ممكن يصير فرد وبالحقيقة احنا بالخلاصة ما نقدر نقول الواحد ليش تبقى مع الحسين ساعة أو ساعتين وسبوع ويومين لكن نتمنى مثلاً على الجهات الدينية المرجعيات العليا أن نتوجه أنه مثلاً يزور وينسحب حتى يعطي مكان للآخر يبقى شيء كبير أنه كل هذا الفعل الجماهيري ينبغي أن نستثمره لصالح الدولة أنه هذا الجمهور يعطينا عبارة مهمة أن كل جمهور الذي يخدم في المواكب ويسير كذا يعلمنا أن هذا البلد جمهوره شاب حتى لو كان عمره تسعين سنة وهذا الجمهور الشاب يعني أقصد به الجمهور الحيوي الجمهور الفعال والدولة إذا بيها جمهور حيوي وفعال ينبغي أم ترتقي العملية الآن معكوسة الجماهير شفناهم وقال لهم ناهاي هويتنا هويتنا نحن حيويين المشكلة الآن أو الكرة كما يقولون في ملعب مؤسسات الدولة الشكر جزيلاً لكم الباحث الأكاديمية دكتور أفواد الشوالي كنت ضيفاً كريماً نسأل الله أن يعظم لكم الأجل إن شاء الله والشكر جزيلاً لكم الباحث الأكاديمية سماحت الشيخ حيدر عالشماري كنت ضيفاً كريماً شكراً لكم سمحت الشيخ وأشكر لكم مشاهدينا ونسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله وإلى اللقاء في حصاد آخر